موسيقى الوزير الأول يأمر بتحسين خدمات واسعار الخطوط الجوية الجزائرية سنطراك توقع عقدي تعاون في مجال الهندسة والإمداد والبناء ومذكرة تفاهم في التكمين وممد تأثر الاقتصاد الجزائري بموجة ارتفاع معدلة التضخم حول العالم النشط رئيسة تاتيكو من قناة الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية شدد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على ضرورة مراجعة الخطوط الجوية الجزائرية لأسعارها لتمكن المواطن الجزائري من تعرف على مختلف مناطق الوطن كما دعا الوزير الأول لضرورة مسايرة ومواكبة نوعية الخدمات الموجودة على مستوى الخطوط الجوية الأخرى مشيرا إلى النقائص على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة جاء هذا خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الواحدة والعشرين للصالون الدولي للسياحة والأصفار الذي تتواصل فعاليته إلى غاية ثاني من أكتوبر المقبل وفي السياق ذاته كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة عبد الحميد ترغيني عن توافد أكثر من أربعمائة ألف سائح نجنبي وتوافد عشرة ملايين عائلة جزائرية على المدن الساحلية بالجزائر وأضاف ذات المتحدث خلال نزوله ضيفا على قناة الإذاعية الأولى أن مصالحه سجلت أيضا توافد مليوني سائح على المؤسسات الفندقية البالغ عددها تسعمائة فندق عبر مختلف ولايات الوطن هذا التوافد أعطى دفع كبير في دفع عجلة التنمية والاقتصاد المحلي عبر كل المواطنين الذين ساهموا في هذا المجال وكل هذه المجموعات تم إحصائهم عن طريق مدريتنا الولائية حيث سجلنا حوالي 2 مليون سائح توافدوا على المؤسسات الفندقية التي يصل عددها في الولايات الساحلية إلى حوالي 900 فندق وكذلك سجلنا كذلك مليوني عائلة أو حوالي 8 ملايين فرد يعني استعملوا صيغة عند الساكن وهذه الصيغة لقد رواج كبير هذه السنة حيث تم تأطيرها وتم تسهيلها حتى يجد المواطن ضلته حسب الثامن الذي يليق به تم اليوم بمقار الشركة الوطنية صونة راك برام عقود شركة بين المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء التابع للمجمع مع شركة بيتروفاك بتكلفة إجمالية تبلغ 42.7 مليار دينار جزائري خلال مدة إنجاز تقدر ب36 شهرا كما تم أيضا توقيع عقد بين المعهد الجزائري للبترول التابع لشركة صونة راك وشركة بيتروفاك عبر مذكرة تفاهم تنص على تقديم المساعدة الفنية والتعليمية من بيتروفاك إلى المعهد الجزائري هذا عقد يعني كثير قولوا ديناه ربحناه بالمناقصة كانت مناقصة دولية احنا اجتمعنا بعدو بيتروفاك يعني باش ندير مع مشاركة وننجز المشروع مع بعض في الدراسات في الإنجاز في المشاركة مع تقديم تواد دولية في مما في دولية لست متقديم في شركة جزائرية كما معمول به في كل دول وتجسيدا لسياستها الخاصة بترويج لأداة الانتاج الوطنية أوكلت صنطراك لفرعها الشركة الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية إنجاز مشروع محطة ضخن متعددة الأطوار بمنطقة غرد شقة بحسيم سعود بطاقة انتاجية من النفط الخام تبلغ حوالي 20 ألف برميل يوميا وحجم الغاز المصاحب بحوالي 800 ألف متر مكعب يوميا وبمبلغ إجمالية فوق 28 مليار دينار جزائري في مدة أو لمدة 28 شهرا وفي قطاع تقى دائما نقش وزير تقى والمناج محمد عرقاب مع رئيس مجلس إدارة مجمع توشيالي فؤاد توشيالي سبلة تعزيز التعاون في المجال المنجمي لا سيما استخدام خامات حديد منجم غار جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب للمجمع وركزت المحادثات على حالة علاقات التعاون بين شركات في القطاع المنجمي ومجمع توشيالي وكذا الشراكة وفرص الاستثمار سيما فيما يتعلق باستخدام خامات حديد منجم غار جبيلات لتموين مركب الحديد والصلب وفي هذا السياق تقرر إعداد دراسة تقنية وتجارية حول إنشاء وحدة صناعية لمعالجة خامات حديد منجم غار جبيلات أكد وزير الفلاحة والتنمية ريفية محمد عبد الحفيظ هني خلال أشغال الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المنعقدة بالجزائر العاصمة أكد على ضرورة تكثيف الاستثمارات المشتركة بين البلدين مع نقل التكنولوجيا والخبرة كما أوضح الوزير خلال ترأسه لأشغال الدورة مناصفة مع وزير الفلاحة لفيدرالية روسيا أن إقامة شراكة ذات منفعة متبادلة بين الجزائر وروسيا تمر حتما من خلال دعم الاستثمارات وتعتبر الوزير أن التعاون الثنائي بين البلدين في المجال المؤسساتي والاقتصادي بحاجة ماسة ليعكس إمكانات البلدين سيما في المجال الاقتصادي تنظم الغرفة الوطنية للفلاحة أياما تحسيسية وإرشادية للفلاحين لمرافقتهم في تطوير وعصرنة نشاطهم وفق أحدث التكنولوجيات والممارسات في القطاع إما النواد حضرت فعاليات الاحتفال بالطبع التاسعة والعشرين لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي وعادت لنا بتقرير تالي الفلاح يحتاج دوما إلى مرافقة من أجل تطوير مهاراته في المجال خاصة مع تطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع لهذا تقام دورات من أجل إرشاد الفلاحين على غرار الاحتفال باليوم الوطني للإرشاد الفلاحي الفلاحين محتاجين إلى مرافقة من أجل تطوير الفلاحة تحم عن طريق الإرشاد بأهم التكنولوجيات الجديدة في مجال الزراعي الأبحاث الجديدة ما توصل إليه عالم الفلاحة من اختراعات من تكنولوجيات اليوم الفلاحة تطورت ما صبحش فلاحة تقريدية وهنا يبرز أهمية الإرشاد الفلاحي في تدعيم الاقتصاد الفلاحي مزرعة الوالي حسن مجاهد صورة التحريرية المجيدة اختيرت هذه السنة كقبلة لإقامة هذه الاحتفالية بتواجد العديد من الفاعلين في المجال وترشيد استخدام المياه كان أحد محاور هذه الاحتفالية الاحتفال ذاتي هذا ما نقدرهش لننجسده لما كان عندنا الماء التحدي هو الماء المستقبل هو الماء ما يخفلكمش بلي الجزائر موقعة في مكان جفاف هذا لازم نحوس كل وسائل وباش نرفعوا الإنتاج نستعملوا الإمكانيات لتقصد المياه بالتقطير بالرش ترشيد المياه حنا نبدروا تقريباً قريباً 30% 30% بدروا المياه لازم ترشيد المياه هذون باستعمال الآلات الاقتصادية توفير المياه الزراعية يسمح بتنمية القطاع وبلوغ الأمن الغذائي أحد أهم الأهداف التي تسعى الجزائر لتحقيقها خاصة في ظل تذبذب الأسواق الدولية وارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وعلى غرار جميع دول العالم التي باتت تسجل معدلات التضخم فيها ارتفاعاً قياسياً نظراً لارتفاع مؤشرات الأسعار متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية سجلت الجزائر الأخرى ارتفاعاً لنسبة التضخم فيها بنسبة بلغت 9.5% أثر هذا الارتفاع وانعكاساته في تقرير إيمان عيش معدلات التضخم خرجت عن السيطرة بدول العالم فالزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة والغذاء أدى إلى ارتفاعه بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي حيث سجل 9.1% شهر أود ومن جهة أخرى كشف عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من هذه السنة لا نستهين بهذه الموجة الكبيرة للتضخم الآن هناك ارتفاع كبير جداً من الفقر المستوى العالمي خاصة في ظل التغير جيو اقتصادي الناتج عن الحرب الأوكرانية الروسية الذي أدى إلى ارتباط حوالي 50 دولة بالفاتورة الغذاء التي تشكل حوالي 30% من موازنة رسمية لها هذا التأثير سيكون بالنسبة لبعض الدول دون دول أخرى سأعطي مثال مثلاً كإيران معدل تضخم 43% لبنان 154% 22% وبالتالي ستتأثر تأثر كبير جداً في السنة المقبلة نظراً لعدم وجود البدائل وبالعودة إلى الجزائر فقد بلغ معدل التضخم السنوي 9.5% حيث سجلت أسعار الاستهلاك الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 1.9% شهر أود كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 3.5% في شهر أود سنة 2022 لكن رغم هذا الارتفاع إلا أن الوضعية ليست بالخطيرة حسب أهل الاختصاص نحن في تعادل ما يمكن الحصول عليه من إرادات النتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمي يمكن له أن يخفف من وطأة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية لمستوى العالمي إذن ما كيش هناك تخوف كبير بالنسبة إلى المواطن حتى بالنسبة إلى الموازنة هناك الميزان المدفوعات أو الميزان التجاري نلاحظ بأن هناك فائد في الميزان التجاري مقارنة بسنة 2020 أو سنة 2019 إذن وبالتالي الوضعية الجزائرية ليست وضعية خطيرة جداً وإنما ترشيد النفقات الذي يسمح بالرفع القدرة الشرائية للمواطن رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بدول العالم إلا أن الجزائر كانت بعيدة عنها والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن من بين أولويات الحكومة وفي فرنسا تسبب الإضراب الذي دعت إليه عدة نقابات فيها في انخفاض قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا عدداً قياسياً من حالة توقف في المفاعلات النموية أتفاصيل في تقريرنا تأجمدي استجابة لنداء النقابات خرج الألاف من الفرنسيين للشارع للمطالبة برفع الأجور وتنديداً بإصلاح أنظمة التقاهد وتسبب الإضراب الذي دعت إليه الكونفيدرالية العامة للشغل والفيدرالية النقبية الموحدة وحركة التضامن والاتحاد الوطني للمناجم والطاقة انضم إليه العاملون في مجال الطاقة النبوية تسبب في انخفاض قدرة شبكة الكهرباء في وقت تواجه فيه فرنسا بالفعل عدداً قياسياً من حالة التوقف في المفاعلات النووية وأظهرت بيانات من شركة الكهرباء الفرنسية أن الإضراب خفض توليد طاقة نووية بمقدار 3.3 جيجاوات كما انخفض انتاج الطاقة الكهرومنزلية بمقدار 610 ميجاوات كما تأثرت 5 مفاعلات بالإضراب حيث شكل التعطل نحو 8.5% من إجمال الإنتاج صباح الخميس هذا وتفرض أزمة تكلفة المعيشة في فرنسا ضغوطاً متزيدة على تضخم الأجور التواجه الشركة الخاصة والعامة مطالبة من العمال للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار وتؤكد النقابات التي دعت للإضراب ليوم واحد بأنها ستواصل حركتها الاحتجاجية في حال لم يتم إيجاد حل تدور القدرة الشرائية أما بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد فقد أكد الرئيس ماكرون تمسكه بوجوب رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاماً معتبراً أن النظام المعمول به حالياً غير قابل للاستمرار لأن الناس يعيشون لفترة أطول ويأمل ماكرون إقرار رفع سن التقاعد خلال مناقشة البرلمان اعتباراً من الأسبوع المقبل رغم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في موضوع أخر دعا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاو إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق السلام معتبراً أن النزاعة والأطار المتعلقة بالمناخ تعد المحركات الرئيسية لأزمات الغذاء في العالم هذا وقال ذات المتحدث في تصريحة ندل بها خلال حديثه لوزراء زراعة دول مجموعة العشرين في بالي بأندونيسيا أمس الأربعة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية والناتج جزئياً عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا له أثار مدمرة على الإمدادات الغذائية والتغذية العالميين لا سيما في البلدان الأكثر فقران وفي رياضة قمى اليوم وزير والسكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بزيارة تفقدية قادته لملعب تيزيوزو الذي يشهد وطرة أشغال متسارعة بعد فترة توقف قربت العامين بلعريبي الذي خص وسائل الإعلام بأول زيارة رسمية للملعب الجديد لفريق شبيبة القبائل أكد بأن الملعب سيكون جاهزاً بداية من سنة المقبلة تفاصيل أكثر في تقرير عبد السلام سعد الله أربعة أشهر فقط كانت كفية لتتغير وجهة ملعب تيزيوزو وتتحول من منشاة مهجورة تعاني تأخر الأشغال إلى ملعب لم يعد يفصل تقديمه إلى أشهر قليلة تحول جذري في المشهد العام لخص قرار الرئيس الجمهورية بتحويل الملعب الأربعة التي يتم العمل عليها إلى قطاع السكن والعمران قرار دفع بالوزارة الوصية لتكثيف جهدها لتقطف أولى الثمار بتسليم ملعب وهران الأولمبي الذي كان على قدر الحدث المتوسطي الذي احتضنته مدينة الباهية تقدم الإنجاز الملعب تيزيوزو بعدما كان متوقف لمدة سنتين الحرص الشخصي للسيد رئيس الجمهورية على أنه نمشي في الملاعب وننتهي منهم في أقرب وقت عدة زيارات ميدانية تم تم ما تراجور كل الإشكاليات اللي كانت إما إشكاليات تعقدية أو إشكاليات تقنية الأمر اللي خلنا نمشي بهذه السرعة تسليم ملعب وهران ودخوله حيز الخدمة جعل الأنظار توجه لملعبي براق وتيزيوزو هذا الأخير الذي تزينت مدرجته بفسيفساء جماعة تحت سمائها ألوان أسد جرجر العتيد شببة القبائل بحيث من المنتظر أن ينضم قريبا لقائمة المنشآت التي يجرى العمل عليها لتكون جاهزة لاستقبال جماهير الكرة الجزائرية بداية من السنة الجديدة من الصعب جدا أنه نأخذ مشروع يعني كان متوقف ويعني نعود رولونسي وهو نعود يمشي بهذه السرعة الحمد لله الآن نشوف أنه مشينا في إنجاز الملعب وإن شاء الله سيكون الانتهاء منه في الآجال المحددة تقريبا من نهاية سنة أو بداية سنة إن شاء الله نقوم بتسليم المشروع للمواطنين ومواطنات ولاية تيزيوزو المعقل الجديد لأكثر أندية الجزائر تتويجا على الصعيدين المحلي والقري بات ينتظر تسليمه بالقريب العاجل في ظل تقدم الأشغال التي وقف وزير السكن والعمران على سيرورتها خلال حملته التفقدية التي قادت للملعب بعد تلك الأولى التي زار خلالها ملعب دويره تقريبا نسبة الأشغال نحن رأنا في تقريبا 40 أو 45% يعني شيء ما ننساش أنه بدنا العمل في بداية أوت فيما يخص التهيئة الخارجية نهاية أكتوبر إن شاء الله ننتهي نهائيا من التهيئة الخارجية وبهذا الشيء نكون إن شاء الله نوجد أنفسنا أنه ننتهي من إنجاز المشروع وفي ظل الوتيرة المتسارعة التي أصبحت تعرفها الأشغال بالملائب الثلاث المتبقية بت في حكم المؤكد بأن الجزائر ستكون جاهزة لاحتضان مختلف الأحداث الكروية بما في ذلك المنافسة الأبرز بالقارة الصمراء كأس أمم إفريقيا من الملعب تيزي وزدون هي نشرة اليوم شكرا لكم على طبيل الإصغاء والمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة